أهلا بكم يقال بأن لليمن رئتين هما سبتمبر وأكتوبر وبالتالي فإن قيام الجمهورية العربية اليمنية في الشمال كان الإزاما أن يتبع بتحرير جنوب الوطن من المستعمر البريطاني آنذاك وهو بالفعل ما حدث في الثلاثين من نوفمبر برحيل آخر جندي بريطاني عن جنوب اليمن لكن كيف وصل الأمر إلى الجلاء الأخير ذلك ما سنحاول معرفته عبر التعريج على أبرز محطات ثورة الرابع عشر من أكتوبر 1963 في يناير من العام 1839 وصل المستعمر البريطاني إلى جنوب اليمن وبذلك دشن أطول استعمار عرفته اليمن والذي امتد لفترة ناهزت القرن وربع القرن خلال تلك الفترة كانت عدن درة التاجي البريطاني وكانت إحدى أهم قواعد الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس استنادا إلى مكانتها الجيوسياسية امتد الاستعمار ليشمل كافة الأراضي في جنوب اليمن التي تم تقسيمها إلى إحدى وعشرين إمارة ومشيخة وسلطنة وبعد فترة طويلة من الرخائل المستعمر هبت رياح الثورة العاصفة وتوالت الضربات الموجعة على قواته كانت المكلة نقطة الانطلاق الأولى للانتفاض على المستعمر في العام 1950 أما العام 1955 فكان شاهدا على ظهور أول حركة تمرد في إمارة الطالع حينها وانتهت بمقتل أحد ضباط البريطانيين ويدعى موندي في العام 1955 تأسس المؤتمر العمال في عدن كانت أولى مهامه المطالبة بحقوق العمال أما أبرز أهدافه فتمثلت بتحقيق الوحدة اليمنية في 58 تسعمائة وألف كان الوضع قد بدأ بالخروج عن سيطرة الاحتلال في الضالع وتمكن رجال القبائل من محاصرة المركز الحكومي في رأس جبيل جحاف وفي 59 تم الإعلان رسميا عن تأسيس اتحاد إمارات الجنوب وأنشئ للاتحاد مجلس وزراء ومجلس تشريعي وفي 62 شهدت عدن مظاهرة كبيرة رفضا لدمج المدينة مع الاتحاد الفترالي لكن سلطة الاحتلال قمعت التظاهرة بوحشية وفي 26 سبتمبر من العام ذاته قامت الثورة اليمنية في الشمال ومثل ذلك نقطة تحولا في مسيرة الكفاح بالجنوب وفي أغسطس من عام 63 تأسست في صنعاء الجبهة القومية لتحرير الجنوب والتي رأت في الكفاح المسلح الأسلوب الأمثلة لطرد المستعمر العام 64 كان شاهدا على أحداث أول معركة لثوار اليمنيين استخدمت فيها المدافع لقصف مقر الضابط البريطاني في ردفان وفي العام 1965 أصدرت سلطة الاحتلال البريطاني قانون الطوارئ وحضرت بموجبه نشاط الجبهة القومية وتم اعتبارها حركة إرهابية وفي الثاني والعشرين من فبراير من العام 66 أصدرت الخارجية البريطانية الكتاب الأبيض الذي أعلن رسميا قرار بريطانيا القاضي بمنح مستعمرة عدن والمحميات الاستقلال مطلع العام 1968 عام 67 كان مفصليا في مسيرة ثورة الرابع عشر من أكتوبر ففي مارس الجامعة العربية تجقب التواجد البريطاني في جنوب اليمن وفي إبريل إضراب شامل تشهده عدن بدعوة من جبهة التحرير والجبهة القومية وفي مايو تمكن الفدائيون من السيطرة على مدينة كريتر لمدة أسبوعين وفي بداية نوفمبر بدأت المفاوضات في جنيف بين وفد الجبهة القومية ووفد الحكومة البريطانية من أجل نيل الاستقلال وانسحاب القوات البريطانية وفي ثلاثين من نوفمبر أعلن الاستقلال الوطني وقيام جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية بعد احتلال بريطاني دام 129 عاما اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة